فخلينا نبدأ دائما بأولى فقراتنا النهاردة وكالعادة فقرة حائط صد طيب خليني أبدأ مع حضراتكم الأول أنا عندي فيديوهين عايزة وريهم لحضراتكم الفيديو الأول هو خاص بكابتن محمود الخطيب والفيديو الثاني خاص بحاجة حتكلم فيها عن حائط صد برضو لو الفيديوهات جاهز يا شباب جاهزين ولينا يا كابتن خطيب كابتن خطيب النهاردة بس أنا بحابة أن أطمنكم في بداية كلامي على كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم شفته كابتن خطيب برابط راسه لأنه اتخبط فيه زي ما شرحت لحضراتكم من بارح اتخبط فيه الجيم فيه آلة من الآلات يعني حاجات بسيطة كده كابتن وهو واقب بيعملها فاتخبط فعشان كده هو لكن هو زي الفل الحمد لله وزي ما حضراتكم شايفين كلنا كنا مصرين النهاردة ان احنا نتصور وكابتن خطيب يشوف وحضراتكم تشوفوا كابتن خطيب وهو الحمد لله والشكر لله زي الفل طبعا هو لابس الطائع علشان يعني لو فيه شوية شمس ولا حاجة وزي ما حضراتكم شايفين هو في وسط الجالية المصرية وأصدقائنا وزملائنا وأخواتنا اللي موجودين هناك من الجالية المصرية حب الكابتن خطيب ناس كلها بتحبوا ناس كلها عارفة مين هو كابتن خطيب وعشان كده الرجل قاعد مبسوط وسعيد آه طبعا شاكله تعبان شوية من اللي حصل أول مبارح ولكن زي ما حضراتكم شايفين هو زي الفل وان شاء الله حيكمل كل تحليلاته وكل أموره ان شاء الله خلال الفترة القادمة هو مسافر النهاردة بالليل أو بكرة الصبح حيسافر إلى فرنسا علشان يكمل كل التحليل الخاصة بكابتن محمود الخطيب أنا بس حبيت أن أنا في بداية كلامي أن أنا أطمنكو على أسطورتنا ورئيسنا دينا النجم الكبير كابتن محمود الخطيب